بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب العزاء في مقرر Machine Elements Design 1 نبدأ مع بعض شبتر جديد بيتكلم على Riveted Joints أو وصلات البرشام طبعا في الصناعة بحتاج أن أنا أوصل أجزاء ببعضها فأحد هذه الوصلات هو Riveted Joints أو وصلات البرشام المين طوبيكس بتاعتنا اللي هنتكلم عليها أول حاجة Rivet إيه هو ال Rivet أو مصمار البرشام تاني حاجة Method of Riveting طريقة عمل الوصلة تالت حاجة Rivet Material الخامات اللي بيتصنع منها مصمار البرشام Types of Rivet Heads أنواع الرؤوس المختلفة لمصمار البرشام نقطة اللي بعد كده Types of Riveted Joints أنواع وصلات البرشام Terms Used in Riveted Joints المصطلحات اللي احنا بنستخدمها في الوصلات البرشام والنقطة اللي بعد كده Failure of Riveted Joints نتيجة طبعا Stresses الانهيار اللي بيحصل فيه الوصلات بسبب Stress العالي وآخر حاجة Efficiency of Riveted Joints إزاي أن أنا أحسب كفاءة وصلة البرشام أول حاجة إيه هو ال Rivet ال Rivet زي ما احنا شايفين بالشكل قدامنا ده بيتكون من Head الشانك أو ال Body الجسم بتاعه والتيل الجزء الزيل بتاعه إزاي بتتم عملية التوصيل أو عملية البرشام أول حاجة بيبقى عندي Two Blades أده One Blades وده Second Blades وبيحصل فيهم ثقب زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده وبعدين بجيب مصمار البرشام وأسند الرأس بتاعته على الجزء ده Packing up bar وأنفذ المصمار في الاتجاه ده وبعدين بجزء عبارة عن Die وبطرقات أو بضغط أو بطرقات مع ضغط يتم تشكيل رأس البرشام بالشكل ده ده طبعا بعد الوصلة هنلاحظ هنا أن قطر المصمار هنا أقل من قطر الثقب عشان طبعا يسهل عملية الدخول في البداية طبعا فيه فرق ما بين الاتنين لكن بعد عملية الطرقات اللي هنا والضغط اللي بيحصل هنا بلاحظ أن القطر بقصار واحد في كلاهما يبقى قطر مصمار البرشام قبل عملية البرشام أقل من قطر الثقب بعد عملية البرشام بيصير القطرين واحد وده طبعا بيمثل لي الشكل النهائي بعد عملية البرشام مثال على عمليات البرشام وإحنا يمكن كلنا بنشوفه لو لاحظنا في الويت بورد أو الصبورة اللي موجودة في الكلس أو حصول الدراسية هنلاحظ أن الفريم بتاعها مدعم بيمسك البورد نفسها عن طريق مسامير البرشام اللي بيستخدم لها مسدس البرشام نكتفي بهذا القدر ونستكمل في المرة القادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة